أستاذ النظير يعني هذه التصريحات الصادرة عن سموتريتش وبن جفير وغالانت وكل هؤلاء المتطرفين يعني لابد أن تكون هناك دوافع سياسية لهذه التصريحات ولابد أن نتوقف أمام مغزى التوقيت التي صدرت فيها يعني هل تشعر إسرائيل الآن بأنها قوة لا تقهر بحيث تتحدث عن إسرائيل الكبرى تعيد النبش في دفاتر دينية وتورتية قديمة وتتحدث بشكل صريح يتحدث قادتها عن إمكانية تحويل هذه الكتابات إلى واقع ملموس في المستقبل القريب أمل أن أكون استمعت جيدا للسؤال لأن الصوت من الستوديو ضعيف جدا يصلني ضعيف ولكن ما فهمته من السؤال يعني بالتأكيد التيار اليمين المتطرف في إسرائيل اليوم وليس لا يوجد خطبات فقط وليس بدوافع سياسية وحزبية إنما مربوطة تماما في الصراع يعني هذه الكوة التي تتحدث اليوم والتي تسيطر على الحكومة اليوم تحاول أن تقيم قبل الحرب يعني جاءت لتقيم انقلابا على كل منظومة الحكم في إسرائيل وهدفها أن تقيم حكومات يمين تدوم لعشرات السنين بحيث لا يكون بالمرة مجال أن يكون الحكم ليبرالي أو يساري وحتى لا يتكرر الانسحاب من القطاع غزة لانسحاب آخر من الضفة الغربية هذه الفكرة الجوغرية التي جاءوا بها وهي تعبر طبعا عن هذا الفكر اليميني لكن علينا أن ننتبه في إسرائيل يوجد تيار مختلف تيار قوي وليس ضعيفا وهذا التيار يريد دولة من نوع آخر ودولة لديها قدرة على العمل والتعاثيش مع الشعوب العربية وأي تيارين أقوى في المجتمع الإسرائيلي أستاذ نظير في الوقت الحاضر طبعا من يحكم بأكثرية 68 مقعدا من 120 هو اليمين المتطرر ولكن كل استطلاعات الرأي التي جرت خلال السنتين الماضيتين تشير إلى أن الجمهور الإسرائيلي يريد أن يسقط هذا الحكم ويأتي بحكم جديد هذا لا يعني أن الحكم الجديد هو أفضل بكثير أو أنه واعن تماما لما يدور وأنه تخلى عن أفكار توسعية ولكن عفوا في هذه النقطة أنا آسف على المقاطعة ولكن يعني رغبة هذا الجمهور في إسقاط هذه الحكومة يعني كما نفهم ليس بسبب مطامعها التوسعية وليس بسبب حربها على غزة وليس بسبب حربها على لبنان هناك أسباب داخلية لهذه الرغبة في تلك الحكومة نعم سبب الأساسي هو الدفاع عن منظومة الحكم الديمقراطية والليبرالية ولكن توجد بين هذه الكوى أيضا طيارات تقول أن ما دهور إسرائيل لهذا التفكير هو الاحتلال وتبعاته يوجد طيار ليس طاغيا وليس أكثرية ولكنه موجود ولا ننسى أن هذا الطيار يتلاءم في خطابه السياسي مع الدول العربية جمعة التي طرحت مبادرة السلام العربية ومع الأوروبيين ومع قسم من الإدارة الأمريكية أيضا وهؤلاء يتمحون اليوم إلى الخروج من الكارثة التي نعيشها في منطقة الشرف الأوسط إلى أفاق سياسية جديدة مبنية على مبادرة السلام العربية القوى التي يستمدها اليمين المتطرف في حربه هذه هي من قوى عربية وإيرانية تتحدث في الخطاب الذي يتحدث عن إبادة إسرائيل يخيفونهم يعني هذا اليمين يخيف المجتمع اليهودي من هذه التصريحات كل تصريح يطلق بهذا الشكل في العالم العربي أو في إيران يستخدم في هذه المعارضة وهو ما أشرت إليه مع ضيفي الأستاذ عبد الجليل عندما قلت بأن أذرح إيران في المنطقة تعطي المبرر لإسرائيل القيام بما تقوم به يعني لكان أكون دقيقا ربما يكون هذا استغلال لهذا الخطاب وإذا لم يكن هذا الخطاب يخترعون شيئا جديدا ولكن لا شك أنها الحقيقة المرة الآن التي يستطيعون إخافة الشعب فيها كل تصريح عن إبادة إسرائيل يخيف المجتمع اليهودي حتى هجوم حماس الذي قام به بضعة آلاف من الأشخاص على بضعة كرة في الجنوب الإسرائيلي اعتبروه حرب إبادة لإسرائيل وتهديدا وجوديا لإسرائيل وهذا الكلام من نتنياهو مع أنه سخيف ومنحة النسبة المئوية والواقعية وحجمه الطبيعي لا يوجد تهديد لإسرائيل على الإطلاق ولكنه استخدموها وأقنع الكثيرين في إسرائيل اليوم المواطن الإسرائيلي الذي يعيش في وسط إسرائيل يخشى من القرية العربية في الداخل إسرائيل ومن مواطنين عرب من فلسطيني 48 من إسرائيل يخشون أن يقوموا بوجوم على هذه الكرة نتيجة لهذا التخويف كل الوقت عنصر التخويف كان مساعدا للقيادة اليمينية المتطرفة في أن يجنل الجمهور وراءه في حروب وحشية مثل الحرب التي نفذت لدى غزة وما يجري الآن في لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر